بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ هذه أساليب الطغاة والمستبدين في مواجهة المصلحين والدعاة السجن والقتل والإخراج من الديار أساليبهم لا تتغير على مر العصور والأزمان المجرمون من آل سعود حاولوا قتل آية الله الشيخ النمر وأطلقوا عليه الرصاص ولكن إرادة الله هي أن يحيا مرفوع الرأس فقاموا باعتقال جسده النحيل وذلك لإخفاء صوته وتغييب زئيره الشيخ النمر جاء لينفظ الغبار الذي تراكم على الفطرة البشرية ليوقظ الضمائر ولينعش روح العزة في نفوس الأجيال قال كلمة حق في وجه سلطان جائر سجنوه ليغيب صوته عن الناس ويتوقف تأثيره في الجماهير ولكن بإمكانكم أيها الشباب أن تفشلوا مخططاتهم السجن والقتل والإبعاد هو لحجب الصوت الذي يحمل في طياته الفكر فبإمكانكم أن تنشروا فكرة وخطبه وكتبه ليبقى تأثيره حتى مع غياب جسده هم يخافون من فكره أكثر من خوفهم من جسده النحيل تمر علينا الذكرى الثانية لمحاولة اغتيال الشيخ النمر واعتقاله وها هي جلسات محاكمته قريبة علينا نجتمع اليوم لنعلن رفضنا القاطع لهذه المحاكمات الظالمة الجائرة والتي تفتقد لأبسط معايير العدالة الإلهية والبشرية ولنعلن تضامننا مع الشيخ النمر ولندعو شبابنا في البحرين والمنطقة الشرقية لإعلان رفضهم لهذه المحاكمات الظالمة أرادوا قتل الشيخ النمر لأنه يحمل فكرا قرآنيا أصيلا ويحمل روحا إسلامية أصيلة ويتنفس عبقا كربلائيا نحن في إسبوع التضامن مع الشيخ النمر تحت عنوان فقيه الإيمان والجهاد ندعو لإظهار كافة أنواع التضامن مع الشيخ النمر ومع كافة معتقلي المنطقة الشرقية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم في القريب العاجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته